أبدأ معاك الأول بإيه؟ أبدأ معاك ب... خلينا نبدأ بمطش بكرة كنت بقول في الأول أنه مباراة صعبة رغم أنه أجندة الأهل فيها مواجهة يانج أفريكانس في شامبيوز ليج مواجهة الزمالك في نهائي كاسمس لكن بشوف أنه مطش بلدية صعبة لأسباب كتيرة جدا منها ما هو مرتبط بالضافع والحلال المعنوية جاي من بطولات كتير جدا ومستوى منافسة صعبة ترجع للدول اللي أنت تقريبا نسيته مستوى في المنافسة صعبة جدا فبتحس أنك بتلعب بقى ريحية كبيرة ما فيش دوافع زي ما بتلعب في كاس عالم زي ما بتلعب في شامبيوز ليج نمرة 2 وده يعني أعتقد كمان فكرة الداونجريد أحسسك من أنت دايما بتلعب في بطولات كبيرة مستوى المنافسة فيها أحسسك بندية المنافس معك بيخليك تطلع أفضل ما عندك لما تكي تبص على جدول الدوري النهاردة تحس أنه البطولة تكاد تكون منعدمة المنافسة طبعا بتتكلم يعني بإحساس اللعبين يعني يعني شايف أنه ممكن اللعبين تفكر بالشكل ده بعد بطولات كبيرة ومنافسات كبيرة وبطولات يعني كبيرة عن بطولة الدوري أو البطولات المحلية طبعا غيابت 3 شهور تقريبا عن بطولة الدوري يعني فترة طويلة جدا جدا وشايف صعوبتها أكتر في أنك هتواجه فرق موقفها بان بتعاني اللي هيعاني بيعاني واللي بينافس بينافس يعني دي صعوبة كبيرة جدا اللي ندلها لي خلي بالك لأن في ناس معتقدة أنه عندك تأجيلات كتير أنت بتلعب بارتحية العكس تماما يعني أنت بتواجه فرق لو بتواجهها في بداية الدوري هي لسه بتبتدي في المواضيع أسأل ومش مقلقة إنما النهاردة في فرق يعني البلدية مثلا في الترتيب الـ 12 يعني تقريبا بيصارع على هبوط من لسه الدور الأول وبالتالي هي دي ظروف الصعبة اللي بيواجهها النادل الأهلي وحتى لو الفرقة المقدمة هيبقى سرعة النقطة يعني أنت أي فريق بتقابله عنده غير أنه عايز يكسب الأهلي طبيعي حتى لو ضمن أنه هو هيتطلق يعني هينزل من الدوري الممتاز أو هينزل من الدوري العام يروح لدو هيجي قدام الأهلي برضو ده بالإضافة طبعا للنقطة الأساسية اللي موجودة طول الوقت إنه أي فريق بيواجه النادل الأهلي بيبزل أقصى موجود عنده طبعا مباراة قوية خاصة بعد يعني الصعوبات الكبيرة اللي واجهناها في غانا أمام مدياما من الصفر والظروف الصعبة في الأجواء سواء درجة الحرارة ورطوبة العالية أو حتى أرضية الملعب ظروف صعبة وأجواء صعبة أفريقيا يعني النادل الأهلي أعتقد تعود عليها ولكن بيتعدى أو بيتخطى ده دايما بخبرات لعبي وخبرات لعبي النادل الأهلي أعتقد أنها كانت تجربة صعبة جدا لكن الحمد لله يعني تخطناها الحمد لله بنتيجة إيجابية بشكل كبير جدا والحمد لله ارتحنا ووصلنا لدور المجمعات بداية العودة للدوري طبعا يعني بيكون فيها شوية نقلة نقلة كبيرة جدا وأتمنى أن اللعبين يتخطوها وأعتقد أن بقى عندنا خبرات كبيرة جدا جدا يا أحمد في فريق النادل الأهلي يقدروا يتخطوا ده يعني التجمعات اللي بتحصل والاجتماعات اللي بتحصل بين اللعبين في غرف الملابس أو في غرف الفندق والإقامة بتكون لها دور كبير جدا في أنك تقدر ترجع يعني على الأقل طبعا نفكر فيها بمختلف الفرصة يعني هي واحد فرصة للجهاز اتنين فرصة للعبين فرصة للجهاز إما أنه حاسس أنه المطشط اللي جاية هيبقى فيها حمل كبير مجهود كبير راحل ينج أفريكنز فرقة محترمة جدا حتى لو هتلعبها في القاهرة ووراها عطول رحلة صفر تاني للسعودية عشان تقابل الزمالك في فاينال كاس فتفكر فيها أنها فرصة رايح فرصة اللعبة تاخد نفسها شوية والممكن أكون بفكر أنها أتمل عليهم في المطشين دول ياخدوا بريك الإسبوع ده ولا تقول أنه لا دي فرصة أن أنا حاول أجيب الفرقة اللي مستوى هتراجع من بعد كاس العالم بسبب التوقف فبالتالي الكيرف يمكن عالي شوية في مطش ميديامة عن مباراة شابلو الزادل فدي فرصة أن أنا رهن على الاسكواد اللي أنا هكمل بيه عشان أحاول أرجع مستوى زي ما كان قبل فترة التوقف طبعا يعني بيكون فيه سينيورهات كتيرة جدا في دماغ مستر كورل أو تفكيره لأن أنت محتاج تفكر بطريقة شوية أنا هعمل إيه النهاردة أنا عندي مباراة شوية بلدية المحلة محتاجها بشكل كبير جدا بلدية المحلة فريق رغم نتائجه سيئة لكن بيأدي بشكل وخسران آخر مطشو قدام سرابنك أنا تفرجت على المباراة وعندهم دوافع كبيرة جدا وعندهم لعبين مميزين جدا وفيه صعوبة في اللقاءات دي زي ما قلت لك على الصراع على الهبوط أو صراع على النقطة في جدوى المسابقة وبالتالي يعني مباراة مش سهلة لكن أنت بتفكر إزاي أعتقد أن سكواد النادي الأهلي مريح يعني بمعنى وخلي بالك ده الكلام ده موجود برضو من الموسم اللي فات لو فاكر أحمد كان عندنا إصابات كتيرة جدا الموسم اللي فات وضغط مبارات كبير جدا لكن كنت أنا وإنت هنا مرتاحين شوية لأنه تقارب المستوى بين البدائل وما بين اللاعبين الأساسيين ما كانش فيه فكرة أنه بديل وأساسي يعني أي حد بينزل النهاردة بيكون بنسبة 80-90% على الأقل في مستوى الراجل اللي بيلعب بشكل دائم وبشكل أساسي وبالتالي أنا أعتقد أنه فكرة الروتيشن أو العملية التبديل اللي بيحصل أو التدوير اللي بيحصل من ميستر كولر في التشكيل أعتقد أنها مش مقلقة لأنه تقارب المستوى بشكل كبير جدا النهاردة لو حطيت لكن في بعض المراكز أنت محتاجة تبديل ترجمة نانسي قنقر